سنقلب شمال العراق على رؤوس الإرهابيين بشكل أقوى هكذا صرح الرئيس التركي رجب طيب أردغان مستبقاً لانتهاء من معركة عفرين التي أعرب عن أمله في إنهائها قريباً العملية العسكرية التركية المرتقبة شمالي العراق أعلن عنها المتحدث باسم الحكومة التركية باكر بوزداغ قبل أيام بعدما وصفه بالتقدم الإيجابي في المحادثات مع الحكومة في بغداد مؤكداً أن الجميع سيسمع بالعملية عندما تبدأ بينما شدد على أنها تأتي في سياق الحرب ضد الإرهابيين من أعضاء تنظيم بيكاكا في المناطق الشمالية في كل من سوريا والعراق أردغان وخلال لقائه مع رؤساء الأحياء في تركيا أكد أن الجيش السوري الحر بات يسيطر بدعم من القوات التركية على أكثر من نصف المنطقة وأن مدينة عفرين التي تبعد أقل من خمسة كيلومترات عن تلك القوات ربما ستسقط في أيديهم خلال ساعات ومن ثم ستستمر عملية غصن الزيتون من أجل السيطرة على نحو ألفين كيلومتر مربع في الشمال السوري تضم إلى مناطق أخرى تمت السيطرة عليها إبان عملية درع الفرات المسؤولون الأتراك جددوا في غير مرة تأكيدهم على أن هدف عملياتهم العسكرية في سوريا هو تسليم الأرض إلى أصحابها الأصليين وأنه ليس ثمة أطماع تركية في السيطرة على أراضي سورية أو غير سوريا الحرب التركية ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني تبدو مستمرة في طريقها عبر حدود الدول المجاورة بالتنسيق طارة مع الحكومة كما في الحالة العراقية ومع المعارضة كما في الحالة السورية لتؤكد أنقرة مضيها قدما في هذه الحرب مهما كانت العقبات